وقعت وزارة شؤون شباب والرياضة وبنك البحرين الوطني اتفاقية انضمام البنك إلى أسرة رعاة مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لإنشاء ملاعب في فرجان قرى ومدن المملكة ووقع الاتفاقية سعادة السيد أيمان بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة السيد أيمان بن توفيق المؤيد على أهمية مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد بإنشاء ملاعب في فرجان قرى ومدن مملكة وقال إن وزارة شؤون الشباب والرياضة تبدأ اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في المملكة متطلعا إلى العمل مع البنك من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لهذه المبادرة من جانبه قال سعادة رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني إن البنك يحرص على دعم مبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الشبابي والرياضي في المملكة والتي من بينها مبادرة إنشاء ملاعب الفرجان التي تمثل مبادرة رائدة ومتميزة تحمل في طياتها أهدافا مستقبلية نبيلة على منتسبي الحركة الشبابية والرياضية مشيرا إلى أن انضمام البنك للمبادرة يأتي في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع البحريني